عمر مين هيمشي من حراس الزمالك ومين هيجي؟ انا مولش فين هيمشي ولا قلت فين هيجي يا عم انت مش قلت هيضم حارس مرمى بص ادارة الناس الزمالك هتقعد مع محمد صبحي ومحمد عواد هيعرض عليهم مبالغ سبعة تمانية تسعة مليون جنيه وده اقل من اللي بياخدوه اه اسيبك اقل اكتر انا بقولك المبالغ هو على طول يعني اكيد اقل من اللي بياخدو عواد بص انا مش اقعد احسب بياخدو عواد ويشيل الدرائب هو اقل من اللي عواد حتى بعد ما تشيل الدرائب اقل من اللي بياخدو عواد اه فهيتعرض عليهم من سبعة مليون لتسعة مليون ده السقف اللي دارة الناس مالك هتقطه في التفاوض وبعد ما تجدد لهم ممكن يتجدد العواد طب لو عواد جاله عرض كبير من الخليج هيبقى الموضوع صعب بالنسباله صبحي اقرب طبعا لبرومتز هو في حسابات نادي بارومتز وعنده اكتر من عرضه من دور المصري طبعا فيه اهتمام من فاركو فيه اهتمام من اكتر من نادي البنك الاهلي فيه اهتمامات بالجيل من الوكلاء لكن العرب للتجديد فيهم الاتنين دلوقتي الوضع الحالي في الزمالك هو عواد انا كنت مفكر النهاردة لو الزمالك عايز يجيب حارس من الدور المصري يعوض بيه يدعم بيه من الحارس اللي ممكن يبقى افضل من عواد وصبحي هو مش افضل من عواد وصبحي يا كريم بقدر ان انت هتشيل مرتب كبير ويبقى عندك حد مستقبلا ينفع يبقى رقم واحد لان انت في الاول في الاخر يعني عواد وصبحي عندهم مشاكل بين الكل انت عملت رففني حول نفسي مين الاسم؟ لا لسه متحددش مين الاسماء المرشحة؟ حارس ام بي مرشح حارس طلعي الجيش مرشح مش في الصورة جنش احمد الشناوي مطروح ولكن ادارة زماجك قصة محددتش لان زي ما قلتلك فول كلامي ان المدير الفاني الغالي دلوقتي هو مش هايز يتكلم في اسماء استفقات ولكن ان هناك طرشحات بسامي اخباره بسام هيبقى بعيد بسام اعتقد انه الموسم اللي جاي مكمل عادي ام عاصر ميكا مش هيجي فلا يبقى صعب مش هيجي الزماجك مش هيجي حاس انها صعبة عادي طيب